تغذية مش صح يعني ايه؟ يعني باخد كميات من حاجات مش بيتفيد والمفروض اخد نوعيات مش كميات يا دكتورة؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي باكل سكريات كتير في السؤالي طب اقلل للسكر ده انا باخد معلقتين بس في اليوم والله يا جماعة انا شايفان طالما في حالة مرضية تستدعي ان يوقف اي حاجة ممكن تسبب للتهاب سواء اكل الجلوتين او سواء السكريات ياريت نوقفها اكل الشارع رقم واحد مسبب ليه جرثمت المعدة خد بالك ان كله بيدور حول المعدة بيت والداء ده صحة صحة جسمي بيأكمل فلتخيل لو البيت الداء ده اصلا بايز امتصاص فيتامينات صفر امتصاص معادن صفر ليه بقول كده؟ لان احنا عندنا شوية لستة فيتامينات مهمة لصحة عظامنا منهم ان 50 ل 60 في المية المغنيزيا مقاعد ومتربس متخزن في الهيكل العظمي كله من اول ساسنا الراسنا من تحت مليان مغنيزيام تخيل بقى المغنيزيام كله في الهيكل العظمي كله يبقى انا لو اكلي مفيوش مغنيزيام اللي ممكن الله ينوراني عرفنا كده ربطنا كل الدنيا ببعضها عمل ده السكليتون او الهيكل العظم الهيكل العظم وكمان مش المغنيزيام بس يعني الكالسيام وده كتير او من سيدات مصر بيوعانه منه او سيدات العالم يعني طب ليه؟ عشان اكلهم اكيد مش صحي ومش بس كده ومش بس كده الله ينور عليك وضيف عليهم كمان ان ما بيأكلوش منتجات الالبان او ضيف عليهم ممكن يكونوا بيأكلوا منتجات الالبان بس عندهم مشاكل في الهب زي سيليك ديزيز او الكرونز او المشاكل دي اللي بتخلي اصلا الامتصاص بتاع الاكل مش احسن حاجة او بالزبط كم بتصنص الحاجات المهمة يعني زي المعادن والفيتامينات زي ما حضرتك قولي